كتبت عن شادية، كتبت عن أسمهان، كتبت عن سيد مكاوي، كتبت عن ناس كتيرة نعيمة عاكف نعيمة عاكف يعني علامات من علامات التاريخ الموسيقى المصرية على جميع المستويات هتدي طبعاً بالجميلة شادية شادية اللي خطرت قلوب كل شادية اللي مفيش منها شادية اللي كانت خلطة كده ما بين الست الحلوة والبنت الجميلة والممثلة الشطرة والصوت المميز والألحان والأغاني والكلمات اللي كانت بتتكتب لشادية ما أعتقدش أنه كان في حد يعرف غنية غير شادية بالضبط وهي يعني ظهرت في مرحلة مهمة جداً كانت الساحة المصرية، ساحة الغناء محتاجة هذا الصوت محتاجة هذه النوعية من الأغاني وده اللي هو يعني ساهم بقدر كبير جداً في ظهار نجاح شادية ويمكن برضو إحنا لازم نذكر هنا أن المطرب والمستقار محمد فوزي كان لي الفضل أنه هو من أول ما شاف شادية وسمع صوتها قدر يفهم طبيعة صوتها كويس أوي ويوظفها بالشكل اللي يعني يقدمها كويس أو يقدمها بالصورة اللي يطلق بها للجمهور عرف إمكانيات صوتها، عرف إمكانيات أو قدرات أداءها فقدمها بالصورة اللي تتناسب معها وكمل بقى بعد كده مونير مراد، كم من بليخ حمدي يعني ما شاء الله شادية استطعت أن هي تتعاون مع كبار الأسماء اللي موجودة على الساحة سواء ملحنين أو شعراء وكل منهم أضاف لها وهي طبعاً بالتأكيد أضافت لهم بشكل كبير شادية مطربة وممثلة تركيبة كده لا تتقرر يعني دايماً شادية هل هي تصنفها كمطربة ولا كممثلة؟ يعني بتشوف شادية إزاي؟ ولا بتشوفها مطربة وممثلة؟ حالة على بعضها، ما تقدرش تفصليها عن بعضها يعني هي ممثلة أولاً يعني أنا في رأيي أن هي أهم مطربة في تاريخ الغناء المصري مثلت أهم يعني يمكن من أم كلسوم، أهم من وردة، أهم من ليلة مراد يعني مش إن هي أحسن منهم لكن هي تنوعت في الأدوار اللي هي قدمتها بشكل رائع جداً يمكن ممثلات كبيرات في تاريخ السلمة ما وصلوش لللي وصلته شادية في الأدوار اللي هي قدمتها قدمت توليفة غير عديدة تنوعت وأبرزت نفسها بشكل غير طبيعي وميزت نفسها كمان كان عندها زكاء إن هي قسمت حياتها إلى مراحل يعني مرحلة البنت الشائية، الدلوعة، اللي بتقدم الأغنية الخافية الحب والدلع والرومانسية والشائوة بالضبط، وبعد كده قدمت الأدوار المهمة الجدة اللي بتسيب علامة طبعاً اللي فيها الأم واللي فيها طبعاً قابل الأم كمان يعني أدوار يعني لما تقدم نور في اللصي والكلاب لما تقدم فؤادة في شيء من الخوف لما تقدم المرأة المبهولة لا يعني عملت توليفة غريبة جداً ومتنوعة وبعدين اللي يشوفها مثلاً في فيلم زي فؤادة أو يعني في فيلم زي مقدمت دور فؤادة ما يصدقش أبداً إن هي دي هي نفس الشخصية اللي بتغني الرجي أباز بالضبط اللي يعمل الفروسس عجواز يعني مش ممكن التنوع وفي نفس الفترة تقريباً يعني بتعمل ده بتنوع غير عادي وأداء مش طبيعي شادية في فترة من الفترات قررت إن هي تقدم أفلام من غير ما تغني وده كان تحدي كبير جداً وحتى مصطفى أمين قال لها أنت مجنونة يعني ده قرار الجمهور بيروح عشان يسمع شادي قالت له أنا عشان كده مش أغني في الأفلام عايز أشوف الجمهور هيجي يشوف شادية الممثلة ولا ما هو بيستنى شادية المطربة بس وفعلاً عملت أفلام من غير ما تغني فيها أي أغنية وحققت نجاح مش طبيعي يعني طول الوقت كانت حريصة إن هي تقدم نفسها كممثلة للجمهور علشان تثبت برعتها شادية لما عملت فيلم المعجزة إخراج حسن الإمام وفت قدام فاتر حمامة كانت يعني مش هعايز أقول إنها تفوقت عليها بشكل كبير يعني في فيلم المعجزة يعني كممثلة فعلشان كده هي ما نقدرش نفصلها إنها ممثلة ولا مطربة بس يعني آه ممكن دوت نعمله مع أم كلسون لا أم كلسون هرم طبعاً في الغناء طبعاً لكن في التمثيل ما قدرش أقول إنها ممثلة بجد أيوه صحيح صحيح ليلى مراد قدمت تجاريك شادية حالة خاصة جدا اللي هي البنت الرئيقة اللي بتغني بس ما عملتش الأدوار اللي هي يعني يعني زي المرأة المجهولة زي زقاء المداء زي شيء من الخف رائعة لا فيه تنوع في التمثيل عند شادية طبعاً آه بيحطها في مكانة لوحدها بعيدة عن أي حتى نجمة كبيرة موافقة حضرتك جداً جداً لأن أنا كمان بحب شادية أنا معتقلتي ما فيش حد ما بيحب الشادية طبعاً